وأنت تجلس في غرفة مكيفة والهواء يتلاعب بخصلات شعرك وفي يدك جهاز التحكم عن بعد لتضبط درجة حرارة الجو وفقاً لما يناسب مزاجك في تلك اللحظة هل تسألت يوماً من أين جاءت فكرة مكيف الهواء الحديث؟ لم يكن اختراع هذا الجهاز الذي يهون عليك حرارة الصيف وبرودة الشتاء لهدف تجاري وإنما نضجت فكرته على يد المهندس الأمريكي ويلس هافيلاند كاريير عام 1902 لحل مشكلة الرطوبة العالية في مصنع للطباعة في مدينة نيويورك واستعان كاريير بقوانين التبريد الميكانيكي لإتمام مشروعه من خلال إرسال الهواء عبر سلسلة من الأنابيب المملؤة بالماء البارد وبهذه الطريقة استطاع تبريد الهواء المنقول بالإضافة إلى إزالة الرطوبة من الغرفة والتحكم بنسبتها وبعد فترة زمنية وتحديدا في عام 1933 طورت شركة كاريير للتكييف مكيفا جديدا باستخدام وحدات تكييف مدفوعة عن طريق الأحزمة الموصولة بدافعات الهواء بالإضافة إلى سلسلة أنابيب للتبخير وبعض العناصر الميكانيكية وتم إدراج هذا المكيف في السوق الأمريكي ضمن أنظمة تبريد الهواء ومع الوقت تطور هذا الجهاز حتى وصل إلى باقي دول العالم وقامت الشركة بإدخال التعديلات عليه لتتناسب طاقة إنتاجيته للهواء البارد مع الغرف الصغيرة والكبيرة وفي هذا الجو نقول الحمد لله على نعمة المكيف